بعد على الخبر ده معينا الناقض الرياضي أحمد سامي صباح الخير يا فندم ألو أستاذ أحمد يا فندم يا حضرتك صباح الخير صباح النور أهلا بحضرتك أهلا لك يا فندم حضرتك فعلا كنت بقول في الخبر اللي معي إن المطش هيكون من أهم الأحداث الرياضية على مدار السنة حضرتك شايف فعلا أن المطش هيكون كده طبعا المطش من المطشات المهمة جدا دايما من المقرات السوبر اللي تبقى في كل قرة بين بطل دوري الأبطال وبين بطل البطولة التانية سواء في أفريقيا الكنتدرالية أو في أوروبا كسر الحادر الأوروبي بتبقى بطولة مهمة جدا بين الفرقين هي بتبقى ختمل البطولة النوسم القاري في القارة نفسها وبتبقى مبارا من أكبر في الأيثين هققوا ألقاب على مستوى القارة طبعا طب أستاذ أحمد إحنا عارفين أنك زمالكي وإنش عاوزين تحيز ماشي أنا أسألك دلوقتي عن توقعاتك للمطر يعني أهلي والزمالك لي تحيز واحدة أكبر متحيزة لا لا معلش معلش يا واحدة أستاذ أحمد يعني إحنا لما يتقال علينا زمالكوية أنتم متحيزين وطول النهار الأهلوية والأهلي 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 الأهلي بطل السوبر سوري بك نتكلمش نقول لي متحيزين أبكلمش بقى مين بطل إيه يعني ده تحيز وده مش تحيز أنا مش عاوز يا أستاذ أحمد سمي أتحيز وهو بيتوقع مباراة الأهلي والزمالك ايه الأخبار يا أستاذ أحمد وملكش دعوة خلام رشا خالص لا هتكلم حضرتك بالمنطق وبالأرقام بالمنطق وبالأرقام ايوا ابتديني تحيز وعلولي الصوت شوية لك لا 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 بالعكس خالص الله دلوقتي احنا خلينا نتكلم من خلال الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي دلوقتي الفريقين باستهدوا طبعا من خلال عقد الصفاقات اللي بحال أفريقيا فترة القيد للفريقين لحد 12 أغسطس عشان خاطري 12 سبتمبر عشان خاطري يقدروا يعززوا صفوفهم طبعا تعخر المسلم النحلي في مصر لا طبعا ما فيش دوري بينتهي في الوقت ده احنا انتهينا في وقت مداريات التانية كلها ابتدت في العالم كله أتمنى طبعا ان احنا انتراف الأخطاء دي في مقادم المواسم طبعا يعني خلينا نتكلم في الاستعدادات الفريقين يعني عشان بنتكلم بعد للأهلي بصراحة بيجهد سرقته بشكل أفضل وبشكل بركم أفضل بكتير جدا من الزمالك ابتدى الموضوع بدري جدا طبعا لان الزمالك كان عنده بايه اللي أخر الزمالك مشكلة وقف القيدة اللي كانت عند فريق الزمالك بسبب طبعا ان كان فيه مستحققات لأكتر من من لعيب المحترفين كانوا بلعبوا بالزمالك بالإضافة للمساعدين مدرب قبل كده جيسيبالدو فيريرا المساعدين بتوعه كان له مستحققات فطبعا على ما مجلس الإدارة الجديد قدر يخلص المشاكل دي وقدر ان هو يتخلص والحمد لله لفيفا افتح القيد بالنسبة للزمالك كان الأهلي سبق وعزل صفوفه بعدد كبير من اللعبين زي مدفع أشرف داري وزي بالرمضان وزي نسكي كده جدا لكن الزمالك برضو ماشي بشكل كويس لقد دلوقتي يعني انتقالات اللعبة من الزمالك للأهلي هيأثر برضو على أداء الزمالك الصفقات الجديدة بالنسبة جديرة جدا طبعا هتأثر لان كل فريق بيعزل صفوفه بصفقات جديدة بقدر يعالج المشاكل اللي كانت عنده على مستوى المراكز خلال السنة اللي فاتت وده اللي بيحصل على مستوى العالم كله يعني ان كل فريق بيشوف ايه المشاكل اللي كانت عنده بيشوف لو لقى فيه العيبة مشت مثلا نهاية عقودة واخترفه في أماكن تانية طب يحاول طبعا يعوض اللعبة دي بالعيبة تانية بشكل افضل عشان يقدر يطور المركز ده فخلينا نتكلم بشكل وقاء الاهلي بصراحة ماشي بشكل كويس في الموضوع ده وغير كده الاهلي برضو كان حاسم الدوري بشكل بدري شوية السنة اللي فاتت على حساب ترامت المنافسة كانت في الاخر ودوري عمطال افريقيا انتهى برضو الاهلي حاسمه بشكل قوي جدا يعني فرصة الاهلي في الفوز اكبر من فرصة الزمالك نقدر نقول دي توقعاتك؟ لا انا جايلك في الكلام دي موضوع ده 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 موض المعسكر مغلق وبيلعب نخلل له ماتشات ودية الأهل يبتدى برضو المعسكر بتاعه وابتدى يحاول ان هو يدخل لعيبك جديدة في جوة الانتجام مع لعيبك قديمة بيحاول برضو كل اللي خبتك بيقوله بيشير الى ان الأهل جاهز اكتر من الزمالك طيب خليني اسألك سؤال بقى مهم هل اقامة الماتش ضمن موسم الرياض طبعا عشرين اربعة عشرين هيكون ليه بقى استعدادات خاصة بي هو احنا دايما شفنا المحشات القوية اللي بتحسر في السعودية بيبقى ليها طبع خاص وتجهيز خاص جدا نهائي كاس السنة اللي فاتت بين الأهل والزمالك كان في مفاجآت كبيرة جدا شفنا الظاهرة البرازيلي رومالدو داخل بتشيرت الأهل وشفنا النجم الايطالي فرشاس كوتوتي داخل بتشيرت الزمالك طبعا كان مشهد جميل والحقيقة موسم الرياض يعني من المواسم الجميلة وبيهتموا جدا بكل حاجة فان ورياضة وكل حاجة فاحنا متوقعين ان هيكون موسم مختلف احنا دايما بنشوف مباراة الاهل والزمالك طبعا بنحب نشوفها في السعود القاهرة بنحب نشوف الجمهور وهو مالي الاستاد على اخره بس طبعا مباراة دي بقيمة قوية ومباراة نهاية سوفر افريقي بتحمل طبع رسم بشكل زي ده ما تتعامل في مكان زي السعودية وزي موسم الرياض هيبقى عليها زي ما بنقول كده سبوت لايف جامل جدا من العالم كله لان طبعا السعودية هتم جدا انها ارتبرز المكشب بشكل كويس جدا شوفنا قبل كده مباراة بين النصر والهلال اتعامل فيها شو كبير جدا قبل الدخول وزي ما بقولك مباراة نهاية كاس مصر لان انا اشوف ابطال توفلتي زي رونالدو تولتي داخلين بشرطات اهل الزمالك دي كانت لفتة جميلة جدا الحقيقة منهم طبعا طبعا وزي موليني وداخل بكاس مصر الموضوع كان بالنسبة للناس كلها مفتأة جديرة جدا نخلى الناس كلها تتكلم عن مباراة هي مباراة نهاية كاس مصر في الاول اخر مباراة محلية بالنسبة لنا وبنشوفها بشكل طبيعي احنا بنتمنى التوفيق للفريقين الحقيقة وبنتمنى ان محدش من جماهير الفريقين يكون زعلان بعد النهائي ده ايا كان من الفريق اللي هيكسب في الاخر مصر يعني هتحوز بلقب سواء اهلي او زمالك وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا للناقض الرياضي احمد سامي